رعد ومن زميلنا رعد مباشرة ننتقل إليك يا أحمد أحمد أبو حمد معنا على الهواء من جديد صباحك سعيد صباح الخير لارة صباح الخير كاتي صباح الخير لكل مشاهدينا بنصبع عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة الله يصبحكم دائما وأبدا بالخير طبعا اليوم رح نتعرف على متحف النميات الأردني هذا المتحف يعتبر من أهم وأبرز المتاعف الموجودة في الأردن تم افتتاحه عام 1999 1999 طبعا هذا المتحف يضم العديد من الأقسام والأجنحة والعديد من المعروضات والتي تنوعت بين النقود المسكوكات بالإضافة إلى المادليات الأوسمة العديد من العمل القيمة والنادرة والثمينة جدا الموجودة في هذا المتحف المتخصص بهذه الأمور طبعا جميع هذه المعروضات مشاهدينا بتعكس تاريخنا وتراثنا وهويتنا الوطنية وأيضا تعاقب عدة حضرات عريقة على مملكتنا الحبيبة من خلال توثيق هذه العمل النادرة الموجودة في هذا المتحف المميز طبعا سيكون معنا الدكتور حسن لزود مدير عام متحف النوميات الأردنية حتى عرفنا علي أكثر دكتور في متحف البنك الأهل الأردنية وحقيقة المتحف هو متحف متخصص ومتحف فريد من نوعه في المنطقة من حيث المجموعات الموجودة فيه والفترات التي تغطيها موجودات هذا المتحف جميل يعني اليوم رح روح بجولة بهذا المتحف زي ما حكيته هو فريد من نوعه نعم متحف متخصص بالعمل النقدية والأهم من ذلك هي بتوثق التاريخ العربي التاريخ الإسلامي التاريخ الهاشمي في هذه المنطقة وبتعكسه من خلال وجود العديد من المعروضات القيمة والمميزة بلنا نحكي عن افتتاح هذا المتحف وأهمية وجوده بشكل عام من خلال وجود هذه العمل النقدية تم افتتاح المتحف في عام 1999 والمتحف مفتوحة أبابو لزوار يوميا من الساعة الثامن ونص لغاية الساعة الرابعة والدخول مجانا إلى المتحف يشاهد الزائر إلى المتحف المدموعات النقدية التي مرت على ثرى الأردن الطهور جميل طيب احنا بنا نروح بجولة الآن يعني بجوز بنا نحكي عن أهم العمل النقدية الموجودة والمتوثق تاريخ العرب وأيضا سك العمل النقدية وأهمية يعني احنا بجوز الزاوية هاي تحدثنا عنها قامنا نطلع الهواء مباشرة حاولنا نتعرف المشاهدين عليها أكثر عن أهمية وجودها وتوثيقها من خلال هذا المتحف حقيقة هاي المجموعة هي تمثل مجموعة النقود النبطية والأنباط هم العرب الذين ظهرت صورهم وصور زوجاتهم على النقود إضافة إلى إعطاؤهم لقب ملكات وهذا الأمر لأول مرة يظهر على النقود ظهور ملكات وملوك في الفترة العربية جميل كمان يعني بجوز من العمل النادرة كمان اللي موجودة معنا نعم اللي هنا موجودة من ضمن القطع الجميلة القطعة توثق ضم المملكة النبطية سلمية للمرطورية الرومانية سنة 106 ميلادي وكتبوا عليها أرب إدكوز أي إلحاق العرب وهون جسدوا صورة الجمل تمثل الصحراء العربية وهذه السيدة تحمل وصن البان أن هذه البلاد العربية وهذه منتجاتها بعد 106 ميلادي أنشأ الرومان بما يعرف بالولاية العربية كتبوا تحتها أريبيا ومثلوها على صور السيدة ترضى طفلين كناية على أنه كان إلا عاصمتين العاصمة الأولى اللي هي البترة والعاصمة الثانية اللي هي بصرة الشم جميل تر يعني نحن نستعرض هذا المكان نحكي عن أهم الحضارات أهم النعمة اللي موجودة عنا نعم لأهم الحضارات والعصور المختلفة اللي موجودة إحنا حقيقة موجودات المتحف تمثل أغلب العصور التاريخية لكن المتحف غني بأربع مجموعات وتمثل الأوائل نحن على مستوى العالم في هذه المجموعات المجموعة الأولى مجموعة نقود الأنباط والمجموعة الثانية مجموعة نقود مدن شرق الأردن بالفتر الرومانية والمجموعة الثالثة مجموعة النقود النحاسية الأموية والمجموعة الرابعة مجموعة الأوزان بالإضافة إلى العديد من القطاع النقدية التي تمثل أغلب الفترات عبر الغصور جميل خلينا نتجول أكثر كمان دكتور نحكي أكثر عن بعض العمل التي تعود بجوز لإمارة شرق الأردن وبعض العمل القيمة منذ بداية الثورة العربية الكبرى حقيقة قبل ذلك يعني بحب أشير إلى أنه في الفتر الرومانية أعطر الأباطر الرومان بعض المدن حق إصدار نقودها الخاصة فيها فمن مجموعة هذه المدن 18 مدينة في الأردن من ضمن هذه المدن مدينة عمان ومدينة أم قيس هذه بتوثب أهم الحضارات لها يعني بتحكي قديش أنه هذه الأمور بتدل أنه تعاقب حضارات نعم نعم وتمثل أنه كانت لنا مدن قائمة ومزدهرة وفيها سكان نعم نعم وتحمل الطابع اليوناني إضافة إلى اللمسات المحلية والتأثيرات المحلية التي تخص المنطقة جميل فمنظمة هناك أيضاً الكرك مدينة الكرك ومدينة الربة بالكرك مدينة مادبة عدة مدن أردنية موجودة أو كمان توثق من خلال هذه العمل وأيضاً هناك كمان بعض المسكوكات المختلفة هنا عن من الفترة الأموية حقيقة عندنا فلس يوثق لمصطلح الأردن فهي عندنا فلس من الفترة الأموية مكتوب عليه بالأردن والأردن المقصود في جند الأردن وكان يمثل مقاطع عسكرية في الفترة الأموية جميل إضافة إلى وجود طبعة ختم رسالة كانت الرسالة تكتب وتفتم بالرصاص ومكتوب عليها حلاح الأرض الأردن أي سيد أرض الأردن أو والي أرض الأردن جميل من ضمن هذه القطع للمدينة عمان بين الفترة الأموية وبالمناسبة عمان بالفترة الأموية كانت تتبع على جند دمشق ما كانت تتبع على جند الأردن لكن فيها ميزة أن عمان ظهرت عليها زهرة الكشاف وتفردت فيها عن باقي المدن جميل طيب كمان فيك تمان بجوز أنه تم إصدار كمان كتاب جديد يتحدث عن أهم المسكوكات التي تم إضافتها وأيضا يوثق تاريخ هذا المتحف وأهميته عمان في متحف البنك الأهل الأردني هو يوثق للموجودات النقدية الخاصة بمدينة عمان فقط وقد بلغ مجموعة هذه القطع 400 قطع تمثل كل الفترات التاريخية التي مرت على الأردن بالإضافة إلى أنه بداية الكتاب كان يشمل ثلاث فصول الفصل الأول كان عمان في الغصور القديمة وتحدث فيه عن تاريخ مدينة عمان في الغصور القديمة إضافة إلى العمان في الغصور الكلاسيكية جميل أكيد يعني هم بيوز بتناول عدة عصور وتحدث عن تاريخ عمان في الغصور الكلاسيكية ولكن في الجانب النقدي أكثر من الجانب التاريخي وبالمناسبة في هذه الفترة الكلاسيكية كانت عمان تسمى فلادلفيا وكان يضاف إلى الاسم النسب فكانوا يذكروها باسم فلادلفيون على النقود أي هذه القطع النقدية تخص مدينة عمان جميل إضافة إلى الفترات الإسلامية أكيد أكيد هل سيدي كمان في تنوع في هذا المتحف نحك عن أيضا بعض المعروضات الموجودة غير العمال النقدية والمسكوكات مميزة يعني موجودة أيضا في جميع أقسام حقيقة عندنا كمان من الأشياء المميزة عندنا الخزانة الهاشمية ونحن نعتز ونتقر بوجود الخزانة الهاشمية في المتحف ومن ضمن الأشياء التي نعتز فيها في المتحف المجموعة النقود الثورة العربية الكبرى من أعلى فئة التي هي فئة الدينار لغاية أصغر فئة التي هي ثمن قرش بالإضافة إلى الميداليات والأوسمة الأردنية ومن فترة الثورة العربية الكبرى من ضمن الأوسمة المهمة حقيقة في تاريخ الأردن وهو وسام معان وهذا الوسام أعطي للقوات العربية التي تشاركت في معركة المعان التي جرت ما بين قوات الثورة العربية الكبرى والقوات التركية جميل نحكي عن الجانب الورقي لبعض العمل الزاوية هنا في بعض العمل القديم المعروض هنا بهذا الجانب وهي النقود الورقية الأردنية الغير متداولة حاليا لكن في عنا هنا مثلا النقود الورقية للملك عبدالله الخمسة والعشر دنانير بالإضافة إلى وهاي كانت بموجب قانون النقد الأردني وهون عنا نقود الملك حسين قبل تأسيس البنك المركزي وهون عنا بعد تأسيس البنك المركزي جميل دكتور خلينا نتوجه لهذه الزاوية قد تكون خاصة وتبين أكثر كيف تم سك العملة قديما وكيف تشتغل على أرض الواقع يعني خلينا نشوف يعني احنا مشاهدين رح نورجيكم بعض التجارب على بث على الهواء مباشرة اللي بتبين كيف كانوا يستخدموا بعض العدد القديمة لسكت العمل هون عندنا حقيقة مكبس من خلاله يتم عمل كلاشية للقطعة أي نموذج فمن خلال هذا المكبس بتظهر عنا العمل الشكل القوالب التي تظهر فيها النقود جميل تظهر بهذا الشكل نعم وتظهر بهذا الشكل جميل جدا نعطيك ونستفيد منها أنه ندرس كيفية عمل القوالب في ذلك الزمن لكانت غائر ومعقوس نعم أنا كل شكر لك أهل السلام شاكل لطفة حياكم اليوم بلقاءك وأيضا بهذه الجولة الصباحية تعرفنا من خلالها أكثر على هذا المتحف الرقي والمميز كل شكر لك صباح سعيد شكرا شكرا طبعا نشاهدين زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان من متحف النميات الأردني هذا المتحف متاح للجميع يستطيع أي حدا يزور مجانا يتعرف أكثر على أهم المعروضات الموجودة فيه هو متحف متخصص بالمسكوكات والعمل النقدية النادرة والقيمة والثمينة جميع هذه المعروضات بتعكي سريخنا وثراتنا وهويتنا الوطنية بالإضافة إلى هم الحضرات التي تعاقبت على هذه المنطقة رأخليكم عزمين هاني الحباشنا لحتى تنسارض أكثر هذه المعروضات ويسعد صباحكم دائما وأبدا أحمد يعطيك ألف حافية شكرا إليك وبقية نهار سعيد إن شاء الله